في 22 يونيو سنة 2006 موقع إيباي فتح مزاد يمكن البعض يستغربه شوية المزاد ده كان الشخص اللي هيكسبه هيحق ليه إنه يقعد يتغدى مع المستثمر الأمريكي الشهير وتاني أغنى رجل في العالم وقتها وارن بافت المزاد انطلق بـ 25 ألف دولار وبدأت رحلة مين يزود وبعد 29 جولة من المزادات استمرت لعدة أيام فاز به المليونير الصيني دوان يونج بانج اللي وافق إنه يدفع أكتر من 620 ألف دولار علشان بس يقعد يتغدى مع بافت هو وسبع أشخاص يختارهم بمعرفته وده كان وقتها أعلى مبلغ حد يدفعه علشان يقعد يتغدى مع بافت المهم بعد ما كسب المزاد ودفع الفلوس راح يونج بانج علشان يتغدى ستيك مع بافت في مطعم سميث أند ولنسكي موجود في منهاتن في نيويورك والسبع أشخاص اللي اختارهم يروحوا يقابلوا بافت معاه كان على رأسهم المدام طبعا بالإضافة لستة من أصدقائه واحد بقى من أصدقائه الستة اللي أخدهم معاه المطعم في اليوم ده كان شاب صغير حديث التخرج عنده 26 سنة وشغال موظف غالبان في شركة جديدة وقتها اسمها جوجل واللي سابها ومشي منها بعد ما تغدى مع بافت بفترة بسيطة جد الشاب الغالبان ده أول ما شاف بافت في الغدا اتصور معاه صورة للذكر وبعدين تلف الأيام والشاب ده يبقى واحد من أغنى أغنياء العالم وأغنى شخص في الصين بثروة تتجاوز وأنا بصور دلوقتي الثلاثة وخمسين مليار دولار ثروة المهولة دي الودة عملها في أقل من عشر سنين في تسع سنين بالزبط قصة صعود غريبة ومثيرة جدا للاهتمام بطالها كولين هوانج أغنى رجل في الصين النهاردة بفضل شركته اللي بتشتغل بشكل أساسي في مجال التجارة الإلكترونية واللي بتتحدى النهاردة عمالقة زي علي بابا في الصين وأمازون في أمريكا الراجل ده إيه حكايته وإيه حكايت شركته وإزاي قدرت تخترق السوق الصيني والسوق الأمريكي في وقت قصير جدا وليه الراجل ده شبه مختفي وما بيفتحش بقه بقاله أكتر من ثلاث سنين وتحديدا من ساعة مساب الشركة في ظروف غامضة في 2021 يعني على سبيل المثال الراجل ده في الأيام الأخيرة كان حديث وسائل الإعلام العالمية الكل بيتكلم عليه لأنه بقى أغنى شخص في الصين ولكن على عكس غيره من الملياردرات كثير الكلام زي الأمريكي إيلون ماسك مثلا وانج لعلق ولا تكلم ولا قال لحد سلاموا عليكم صامت صامت البعض ممكن يعتبره مريب وغالبا الواد ده مش هتكل ليه بقى؟ ده اللي حنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة أنا عشرف إبراهيم بالمخبر الاقتصادي بلس في فبراير 2023 الصحافة الأمريكية تناولت قصة مثيرة جداً للاهتمام كان بطالها تطبيق تسوق إلكتروني اسمه تيمو أحد الأسباب الرئيسية وراه الاهتمام بالتطبيق ده هو أنه ظهر بسرعة واكتسح السوق الأمريكي بشكل مدهش في أقل من 6 شهور التطبيق ده يا جماعة ظهر في السوق الأمريكي في سبتمبر 2022 على فبراير 2023 كان هو التطبيق الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة خلال الفترة القصارى جداً دي تم تنزيله أو تحميله أكثر من 24 مليون مرة التطبيقات بتاعة عمليقة زي أمازون وولمارت كانت جاية وراه وده طبعاً يخليك تسق إيه تيمو ده؟ بتاع مين وبيبيع إيه؟ ويسر صعوده السريع جداً ده وإزاي قادر ينافس أمازون وولمارت في عقر دارهم؟ الأسئلة دي كلها إجابتها بتبدأ من عند كولين وانج قبل 44 سنة وتحديداً في سنة 1980 ولد وانج في ضواحي مدينة هانجزو الصينية لأسرة متوسطة الحال أبوه و أمه كانوا شغالين عمال في المصانع وانج من صغره ظهرت عليه بوادر العبقرية والتميز الشديد في الرياضيات كان طفل زكي جد وده أهله لأنه يلتحق وهو عنده 12 سنة في مدرسة هانج تشو للغات الأجنبية اللي كان فيها أولاد كوبارات البلد من السياسيين والنخبة الصينية بشكل عام المهم وانج اللي كان واحد من أنبغو الطلاب في المدرسة بعد ما خلص الثانوية دخل جامعة جي جوانج المرموقة اللي درس فيها علوم الكمبيوتر وبعد التخرج سافر أمريكا أخذ الماجستير في علوم الكمبيوتر برضو من جامعة ويسكونسا الأمريكية وبعد ما خلص الدراسة جاله عروض شغل من ثلاثة من عمالقة التكنولوجيا في أمريكا لكنه مختارش ولا شركة من الثلاثة وانج فضل أن يروح يشتغل في شركة كانت لسه حديثة نسبياً وقتها وكانت لسه مطروحة للكتاب العام وهي شركة جوجل اشتغل مهندس في جوجل وزيه زي كتير من المهندسين اللي انضموا لجوجل في الوقت ده وانج أخذ أوبشنز أو خيارات أسو فضل هوانج شغال مع جوجل في أمريكا 2004 و2005 وده قبل ما يبعته الصين علشان يشتغل على تأسيس عمليات جوجل في الصين في 2006 نفس السنة اللي اتغدى فيها مع وارن بوفيت وتصور معاه المهم وانج ما عادش شغال في جوجل كتير المعلم ساب الشركة في 2007 علشان يبدأ بيزنس خاص به ويمكن اللي ساعده على كده هو إن قيمة خيارات الأسهم اللي كان بيملكها في جوجل فضعفت بشكل كبير على مدار ثلاث سنين سعر ساهم جوجل اللي بقت لاحقا ألفا بيت ارتفع من 85 دولار في 2004 لأكتر من 500 دولار في 2007 خرج وانج من جوجل بشوية فلوس حلوين بنتكلم على عدة ملايين من الدولارات الفلوس دي ساعدته إنه يأسس في نفس السنة اللي خرج فيها من جوجل منصة للتجارة الإلكترونية اسمها كانت متخصصة في بيع الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة بمرور الوقت وانج قدرك إن شركته فيه آلاف من الشركات شبهها في السوق الصيني وصعب جدا إنه يميز نفسه في السوق وعلى هذا الأساس راح بعقوقه في 2010 بـ 2.2 مليون دولار وبعدين عمل شركة تانية اسمها ليكي كانت بتقدم خدمات التسويق على معاقع التجارة الإلكترونية في الصين زي علي بابا وتاوبا و جي دي بيت كوم في 2013 وانج بسبب مشكلة صحية كان بيعاني منها في ودانه أخذ قرار بإنه يتقاعد خلاص ويبطل شغل هو عنده 33 سنة بس ولكن أثناء فترة التعافي وانج أتيحت للفرصة إنه يدرس عملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا وعملاقة الألعاب الإلكترونية اللي بتاملك ويت شاء اللي هو تطبيق التواصل الأشهر في الصين وانج كان شايف إن الشركتين دول لو فهموا بعض وعملوا تعاون كل واحد فيهم استغل مزايا تاني حيكسبوا فلوس كتير جد ومن هنا خطرت لهوانج فكرة إنه يعمل بيزنس بيجمع بين نموذجي العمل بتاع علي بابا وتانساند اللي هما التجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية الفكرة دي هي اللي شجعت هوانج على إنه يرجع السوق تاني وفي مايو 2015 لم من مجموعه من مستثمرين 8 مليون دولار علشان ينفذ الفكرة دي وفي سبتمبر من نفس السنة أطلق تطبيق التجارة الإلكترونية بين دود التطبيق ده أخد من علي بابا فكرة إنه حلقة واصل بين المستهلكين من ناحية والتجار والمصنعين من ناحية تانية يعني ما بيملوكش بداعة وما بيخزنش حاجة عنده هو وسيط في النص بين البايع والمشتري وأخذ من تانسنت فكرة الجيميفيكيشن واللي استخدمها في زيادة تفاعل الناس مع التطبيق التجربة داخل بين دودو أشبه ما تكون باللعبة الإلكترونية المتسوق بيحس نفسه داخل لعبة مش داخل تطبيق تسوق نتيجة المزيج ده كانت هي تطبيق بين دودو اللي هو تطبيق تسوق بالأساس الناس بتقدر تشتري عليه حاجات زي الملابس والأكل والبقالة وغيرها من السلع والمنتجات اللي بيعرضها التجار والمصنعين للواهلة الأولى يباني منه تطبيق هادي زي وزي غيره من الموجودين في السوق ولكن ده مش صحيح التطبيق ده بيمتلك ميزة خطيرة جداً أخدها من تانسنت صاحبة ويتشات باختصار اللي عاوز يشتري من على بين دودو مش محتاج يدخل على التطبيق نفسه لأ أي مستخدم الويتشات اللي هو التطبيق الأشهر في الصين يقدر يشتري من بين دودو من داخل ويتشات نفسه مش محتاج يخرج منه داخل ويتشات اللي بيستخدمه أكتر من مليار شخص من سكان الصين طب إيه مصلحة تانسنت أو إيه اللي يخليها تدهوانج ميزة إن تطبيقه يتواجد على ويتشات باختصار تانسنت شريكه مستثمر رئيسي في بين دودو الشراكة دي بتيح لها إنها تنافس بشكل غير مباشر علي بابا ثانياً بقى نموذج العمل الأساسي لتطبيق بين دودو كان قايم على فكرة الجروب باينج أو الشراء الجماعي اللي بيتيح للناس إنها تاخد خصومات كل معدد كبير منهم اشترك في شراء نفس السلعة بكميات أكبر على سبيل المثال إنت فتحت التطبيق وعاوز تشتري 2 كيلو تفاح فلقيت الكيلو سعره عامل 50 يوان اللي هو سعر السائد والطبيع في السوق دلوقتي إنت ممكن تشتري الكيلو بالسعر ده بدون أي مشكلة ولكن في نفس الوقت التطبيق بيقولك أنا ممكن أبيع لك الكيلو بسعر أرخص بس بشرط طب إيه هو الشرط يا عام؟ باختصار التطبيق بيقولك الكيلو فرضاني بـ 50 يوان بس سعر الكيلو في الكرتونة الكاملة اللي وزنها 10 كيلو عامل 40 يوان إنت طبعاً مش محتاج كرتونة إنت عاوز 2 كيلو بس فالمطلوب منك في الحالة دي إنك تشوف أربعة غيرك مثلاً عاوزين يشتروا تفاح وإنتو الخامسة تشتركوا مع بعض وتاخدوا الكرتون على بعضها وساعتها الكيلو هيوقف بـ 40 يوان بس لكل واحد فيكم يعني إنتو كده فعلياً هتاخدوا كيلو التفاح بخصم 10 يوان عن سعر السائد في السوق طريقة تانية موجودة برضو على بندود لنفترض إن فيه بانطلون جينز معروض على التطبيق بـ 100 يوان في الحالة دي هلاقي التطبيق بيقولك لو جبتلي حد يشتري معاك كمان بانطلون هبيع لكل واحد فيكم البانطلون بـ 75 يوان مثلاً وبالتالي حيكون من مصلحتك إنك تدور على حد يشتري معاك بانطلون لنفسه وإنتو الاثنين تستفيدهم من خاص واحد حيقول لي طب أنا أجيب الناس اللي هتشترك معادي منين هنا بقى بقرية هوان أنت أصلاً موجود على ويتشات التطبيق اللي الشعب الصيني كله تقريباً عليه وبيستخدمه في إنجاز كل حاجة في حياته تقريباً وده بيسهلك إنك تلاقي ناس كتير جداً عندها استعداد تشاركك في الصفقة دي بمجرد ما تبعت لهم الرابط من خلال الحركة دي وانج بيجند المتسوقين إنهم يجبولوا متسوقين تانين علشان يستفيدوا مع بعض من الخاص نموذج عمل بندودو حصلت علي لاحقاً تغييرات كتير ولكن بشكل عام التطبيق قدر يحقق نجاح ساحق ومثير للإعجاب لإنه قدر يتواجد وينجو في سوق بيسيطر علي أباطرة التجارة الإلكترونية في الصين وعلى رأسهم علي بابا في خلال سنة واحدة بندودو كان عليه 100 مليون مستخدم مبيعات التطبيق ارتفعت من 100 مليون يوان شهرياً في أوائل 2016 ووصلت لحوالي 4 مليار يوان في أبريل 2017 واللي ساعدوا على ده وإنه ركز أكتر في البداية على المناطق اللي كانت مهملة بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية الكبيرة وقتها وتحديداً في الريف وانج قدر يوصل قيمة بندودو في 21 شهر لحوالي 10 مليار يوان أو ما يعادل وقتها 1.5 مليار دولار وده قبل ما يطرح للكتاب العام في بورصة نزداك الأمريكية في 2018 القيمة السوقية للشركة ساعتها كانت حوالي 30 مليار دولار وبما إن وانج كان بيملك وقتها 46.8% من الأسهم فثروته وقتها كانت حوالي 13.8 مليار دولار هو عنده 38 سنة وانج أصبح أصغر مليار دير عصامي في الصين المهم استمر التطبيق في النمو لحد ما جات أزمة كورونا اللي كانت بمثابة هدية ليه هو وكل منصات التجارة الإلكترونية التانية في ظل تزايد اعتماد الناس على التسوق الإلكتروني في بداية 2020 القيمة السوقية لبندودو كانت بتقترب من 47.5 مليار دولار وبفضل ارتفاع المبيعات خلال أزمة كورونا القيمة السوقية للشركة تجاوزت في نهاية 2020 من 200 مليار دولار واستمرت القيمة السوقية للشركة في النمو والزيادة لحد ما وصلت لزروتها في فبراير 2021 بعد ما اقتربت من 245 مليار دولار ده ساهم في وصول ثروت هوانج لأكتر من 71 مليار دولار ولكن فجأة الشركة بدأت تنهار بشكل سريع جد في مارس 2021 هوانج أعلن تركه لمنصبه كرئيس لمجلس إدارة بندودو الاستقالة دي جات بعد شهور من تركه لمنصب المدير التنفيذي للشركة في يوليو 2020 الاستقالة المفاجأة وغير المسببة دي ربكت السوق خصوصاً وإنه في نفس يوم استقالة هوانج من رئاسة مجلس إدارة بندودو الشركة أعلنت أن عدد المستخدمين الناشطين للمنصة خلال 2020 تجاوز عدد مستخدم علي بابا في نفس السنة عدد مستخدم بندودو كان 788 مليون مستخد في المقابل عدد مستخدم علي بابا كان 779 مليون مستخد دي بدون مبالغة معجزة علي بابا في مرحلة ما كان بينظر ليه على أنه موقع غير قابل للمنافسة وانج بقى أثبت أن ده كلام فارغ لما عمل شركة قدرت تتجاوز علي بابا في خمس سنين بس علشان كده تنحي الراجل ده عن منصبه كان غريب شوية وده كان السبب الرئيسي وراء ظهور إشاعات بتربط بين تنحي وانج وبين الحملة الشرسة اللي كانت بتشنها الحكومة الصينية في الوقت ده ضد عمالقة التكنولوجيا في الصين واللي كان ضحيتها الأبرد جاك ما مؤسس موقع علي بابا قبل أيام من تنحي وانج رئيس التنفيذر شركة أنتو جروب بتاعة جاك ما اللي كانت هتبقى أخطر شركة مالية في العالم استقال من منصبه هو كمان اللي عاوز يعرف القصة المزهلة للشركة دي المشهورة باسم النملة يشوف الحلقة اللي كنا عملناها تحت عنوان اختفاء ملياردير بسبب النملة ضروري تشوفوها المهم الحكومة الصينية في الوقت ده كانت بتحاول تأسأس أجناحة شركات التكنولوجيا الصينية الضخمة اللي من وجهة نظرها كبرت أكتر من اللازم وبعلها نفوز يوازي نفوز الحزب الشيوعي الحاكم ومن وراء الحكومة الصينية في السياق ده ريتشارد مكريجور صاحب كتاب الحزب العالم السري لحكام الصين الشيوعيين له تعليق مهم بيفصر فيه سبب انقلاب الحكومة الصينية على شركات التكنولوجيا بيقول خلاله إن القاعدة العامة في الصين هي إنه ما ينفعش يكون فيه مراكز قوة فردية خارج الحزب المهم خرج هوانج من بين دودو وهي في زروة نجاحة وتخلى عن حقوق التصويت بتاعته علشان يبدأ مسلسل هبوط درامي للشرك عززه تراجع الانفاق الاستهلاكي في السوق الصيني في خلال سنة واحدة القيمة السوقية للشركة نهارت ووصلت لقرب الـ 40 مليار دولار في مارس 2022 بعد ما كانت فوق الـ 200 مليار دولار قبلها بسنة بالزبط وتحديداً في مارس 2021 وبطبيعة الحال تاروت خوانج نهارت وخسرت جزء كبير من قيمتها بالتوازم عن هيار القيمة السوقية للشركة المهم فضلت الشركة تقوم من نقرة تقع في ضحضيرها لحد ما حصل تحول تاريخي الشركة فجأة قررت أنها تهرب من الأزمات المحلية في السوق الصيني وتغزو الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الأمريكي في سبتمبر 2022 شركة بندودو دخلت السوق الأمريكي من خلال تطبيق جديد سمته تيمو تيمو المفروض أنه داخل ينافس أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم وهي أمازون في عقر درح ودي منافسة مش سهلة فيه اللي ممكن يخلي المستهلك الأمريكي يشتري من تيمو وما يشتريش من أمازون أو وولمارت هقولك تيمو بيشتغل إزاي؟ أولاً التطبيق ده بيوصل المستهلك الأمريكي العادي بالمصانع في الصين مباشرة يعني مفيش وسيط في النص وده بيساعده على أنه يوفر المنتجات بأسعار أرخص بكتير من المنافسية ثانياً الشحن مجان ثالثاً بقى الخارزميات بتاعة التطبيق بتستخدم الزكاء الاصطناعي في فهم المستهلكين وتوقع تفضلاتهم وبترشح لهم المنتجات على هذا الأساس رابعاً علشان تقلل خوف المستهلكين من فكرة الشرى مباشرة من الصين واللي بترتبط في كتير من الأحيان بالخداع أو النصب أو الممطل أو تأخير التسليم تيمو بيفرض غرامات قاسية جداً على التجار اللي بيعرضوا منتجاتهم على المنصة لو المستهلك اشتكى من أي حاجة سواء أن المنتج اتأخر في الوصول أو وصل ولكن بمواصفات غير المعلن عنها الغرامات دي بتوصل في بعض الأحيان لخمس أضعاف سعر المنتج نفسه تيمو جزرين في المسألة دي الغرامات دي تجار اللي بيعرضوا على المنصة شايفينها ظلمة وغير عادلة وعملوا مظاهرات كتير ضد الشركة للسبب ده خامساً بقى وده الأهم التطبيق بيستغل بالصياعة تغرف القانون الأمريكي وما بيدفعش جمارك حالياً مسموح للمستهلك الأمريكي أنه يشتري أي حاجة من الصين وما يدفعش عليها جمارك بشرط أن الشحنة قيمتها ما تزدش عن 800 دولار أي حاجة أقل من 800 دولار معافية من الجمارك دلوقتي بعض الجهات اللي متضايقة من تيمو في أمريكا بتضغط علشان تخفض الحد الأدنى لقيمة الشحنات المعافية من الجمارك من 800 دولار ل 10 دولار بس ده لو حصل هيبقى ضربة كبيرة جداً لبين دودو اللي غيرت اسمها في فبراير 2023 ولكن حالياً تيمو بيتوسع زي الساروخ في السوق الأمريكي يعني وفقاً لمسح عملته شركة أمسين فحوالي تلت المتسوقين الأمريكيين بيعملوا حالياً عملية شراء شهرية واحدة على الأقل على منصة تيمو الشركة الصينية بتصرف ملايين الدولارات على التسويق لنفسها وده ساعدها على إنها تخلي تطبيقها يتصدر سوق التطبيقات في الولايات المتحدة في فترة قصيارة حالياً تيمو هو تلت أشهر تطبيق على الأب ستور في أمريكا بعد ثريتز وشات جي بيديه وقبل جوجل وتيك توك على مستوى ترباط التسوق بقى تيمو هو رقم واحد حالياً وييجي وراء الشيئين وولمارت وأمازون النجاح الساحق لتيمو في الولايات المتحدة تشجع الشركة على إنها تدخل أسواق تانية بيدي دي حالياً موجود تحتها عمليات بندودو في الصين بأكتر من 870 مليون مستخدم وأكتر من 13 مليون تاجر وعمليات تيمو متاحة النهاردة في أكتر من 60 دولة حوالينا العالم خروق بيدي دي للأسواق العالمية ساعدها على إنها مش بس تفضل صامدة في ظل الصعوبات الاقتصادية اللي بيواجهها الاقتصاد الصيني مؤخراً في ظل ميل الصينيين للإدخار وعزوفهم عن الإنفاق وإنما كمان ساعدها في إنها تسترد الجزء الأكبر من قيمتها السوقية اللي خسرتها بعد تنحي هوانج في مارس 2021 القيمة السوقية للشركة حالياً بتقترب من 210 مليار دولار وبناء عليه وانج اللي بيملك حالياً أكتر من 25% من أسهم الشركة ثروته تجاوزة 50 مليار دولار ده خلاه أغنى رجل في الصين وده إنجاز كبير يحسب للرجل اللي عمره حالياً 44 سنة من حقه يفتخر بيه ولكن برغم كده وانج معلقش كما هي عدتو من ساعة مخرج من الشركة قبل أكتر من 3 سنين ليه ترى هوانج ما بيعلقش أو ما بيقولش أي تصريحات من 2021 هل ده بمزاجه ولا خاف من الحكومة الصينية ده سؤال أتمنى تجاوبونا عليه في التعلاقات في النهارة لعابدكم الحلقة اشتركوا في القناة واستنونا في علاقات جديدة بإذن الله سلام